في ظل الخروقات المستمرة لاتفاق وقف اطلاق النار يواصل الاحتلال التركي وفصائله الارهابية القصف المدفعي والصاروخي على القرى الاهلة بالسكان في مناطق شمال وشرق سوريا ما يصفر عن وقوع المزيد من الضحايا المدنيين ودمار في الممتلكات والمنازل المتحدث باسم قوات سوريا ديمقراطية ارام حنة حذر عبر تصريحات صحفية من خطر الهجمات العنيفة التي يشنها الاحتلال التركي وفصائله الارهابية على مناطق شمال وشرق سوريا والتي زادت من وطيرتها تزامنا مع ما تسمى بمباحثات مسار أستانا مشيرا الى ان الصمت حيال تلك الهجمات من قبل الدول الفاعلة في المنطقة ينذر باستمرار وقوع الجرائم بصفوف المدنيين المتحدث باسم قصد اكد ان الهجمات العنيفة التي يشنها الاحتلال على مناطق شمال وشرق سوريا تساعد في خلق بيئة مناسبة لعودة نشاط تنظيم داعش الارهابية الى المنطقة وبحسب حنة فقد تركزت الاستهدافات التي زادت من وطيرتها مع بداية شهر كانون الاول ديسمبر من العام الفائت على ناحية تايزر جانوة التمر برف الحسكة ما اسفر عن فقدان سبعة مدنيين لحياتهم واصابة تسعة عشر اخرين بينهم اطفال الى جانب الاضرار المادية الكبيرة بممتلكات المدنيين والمرافق الخدمية ودور العبادة وحمل المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية ارام حنة المجتمع الدولي مسؤولية ما تتعرض له مناطق شمال وشرق سوريا من هجمات وانتهاكات الاحتلال وفصائله الارهابية وفي مقدمتهم الدول الفاعلة الموجودة في المنطقة والتي رأت كل تلك الانتهاكات بام عينها اشتركوا في القناة